اشتركوا في القناة نريد أن نحفظوا على حياتنا ورغم أنه كان تهديد من الجامعات ولكن الحمد لله وآخر القناة معهم حل وردنا أونلاي وجينا هنا نكمل وقرأتنا كان دراسة عن بعد حاليا دراسة غير تكون عن بعد يعني نقدر نقرأه سواء كنا في أوكرانيا ولا كنا في المغرب لذلك اللهم نحفظوا على السلامة لحياتنا ونقرأ وحدا وليدينا يعني ما كانت شيء مشكلة بالعكس عملوا معنا وصلوا صوتنا لكنا محتاجين أنه يوصل وانشالكي من شاء الله خير كانت صعيبة وحياتنا في الغربة بينسوق يكونوا مخلوعين علينا ولكن الحمد لله شدينا أقرب بيه وجينا للدارنا كل شيء بخير الحمد لله ما فيها لا إسكال حياتنا كانوا شوية صعب يعني حاليا مقطع أنا بخمسة لاف درهم ما كانت شي موجودة لها ولكن الحمد لله دا سكل شيء مزيان الحمد لله ما يمسافي كانوا أردونا أونلاين وسفارة كانت تلبس مننا بشاة لغن نرجعو وصافي إحنا رجعنا وإحنا ستنوي دوم عن الشيحة أجواء صراحة عادية ولكي مزافة المغاربة اللي هم هابطن وصافي هادامك صافي دارونا دارونا غتس بس اير وقالوا نرجع لا لا كل شي سهل بس اير بس اير باسبور وتمشي صراحة جوبونا وصافي وقيدونا كي دعلك لزم فورماسون كي يقولك باقي شي طالابة اللي ما بغوش يجي صراحة بخطرهم وكاي اللي بغو يجي كاي مزاف لهم في كيف بغو يجي الجماعة كاي اللي توصل معهم الحل داروهم أونلاين شهر لشهرين وصايا وقتنا حنا كاي اللي ما بغوش قلتنا الصفارة نهضر معه الجواء في اوكرانيا الحقيقة هي عادية ولكن كنت هديت زعمة بالحرب ولكن حاليا تناقلوا اخبار ان الجيش الروسي بدأ كين ساحب تدريجيا كنتمنى واضح داراتكم بالصح ومشي ورجعون كم لو قرأتنا في أجواء عادية بالنسبة لي نحنا في العاصمة كان سوكوت في الأول من بعد منين سوولنا في المجموعة ديالنا قالت لنا ممكن تمشيوا على شرط انكم تخلصوا الدراسة ديالكم صافي ويكونوا الامور ديالكم زيني سوف يصيروا ذك شي اللي قدرنا منه هي اعطتنا الميساج في الغرب حنا يقطعنا ليفولوش اهات واصلنا معهم اخدوا الايميلات ديالنا ارقام ديالنا والمعلومات ديالنا كل شي خدوا من عندنا اه خمسة الاف وخمسمية ما بين ربعة الاف وتمانمية خمسة الاف وخمسمية يعني عادي بالنسبة لذك شي اللي شفنا نهار لول يعني راههم زيان الحمد لله اه في اوكرانيا ما كينتشي اجواء ما زبا ما واقع عوالو وذك شي ذك تهديدات وذك شي كيني نغير في الحدود يعني بالنسبة لانسان اللي عايش في اوكرانيا كيتفرش في الاخبار كيقول وش شي بصح واقع في البلاد يعني هات شركة اه الدراسة بالنسبة لجامعة ديالي انا كنا اونلين يعني ما كانش مشكل ولكن كان مشكل بالنسبة للناس اللي عندهم الدراسة زبما بخيزانسيال خاصهم يمشي والمدرسيال مهددوهم بالطرد زبما يلغادروا البلد اه انا ديما السفارة التواصل زبما عليين السفيرة ديما زبا كتجاوبنا وكتحاول تعتنك على المعلومات اللي عندها يعني تواصل مع السفارة مزيئة بزاف اه يرى زبما بالنسبة لأوكرانيا يرى عشر سنين وكيسمعوا ان نرى الحرب غادجي يعني بالنسبة لي واحد الحاجة اللي كتتعود بزاف مبقى شكتع فيهم ولكن بالنسبة لنا حتى كتكون بعيدة على العائلة ديالك وهذا كتزمان احساسك يكون فوعشرة نقول لكي الناس ديال اوكراني يعني عندهم نورما بحالة مواقع والي صحنا كنا في مغربة والدينا مشطنين اللي نلا الدينا مشطنين اللي نما مغلنا مشريهم إجراءات عغي بي سي آر وتس كورو نصف درس معنا الجامعين نمشيون نكمل اوكرا نقول لكي تقريبا 5-6000 درهم صراحة في اوكرانيا كنا عايشين أسبوع اللي قبل ما نجي وكنا عايشين في الرعب كنا كنا نرغبوا الأخبار كنا نرغبوا تصريحة جي الرئيس اوكرانيا كنا في واحد الأجواء دل القالق والخوف احنا والعائلة ديالنا صراحة ما كنا نشكر كنرشعو لمغرب حينش كنا خايفين الدراسة ديالنا. خصنا نكملوه. خصنا نخلوش على الدراسة. خصنا الجامعات كانوا رافضين اننا نرجعو. ولكن كان شوفوا العائلات ديالنا مصرين الى اننا نرجعو. اه صاف اه اخدنا القرار وقدرنا نقنعوه الجامعة بالتعليم عن البود. اه في اللحظة الاخيرة صراحة كانت كان جيد ولكن في الاول ما كانش استجابة. في الاخير كانت استجابة وخرج باله. اه كيفيد بانه يجيب اجلاء المغاربة اللي كنين في اوكرانيا. قبل ما تخرجو ما تنسوش تابونو فلاشين يوتيوب. وبرتجو هاد الفيديو مع اصحابكم. او ما تنسوش ديرو جام الموقع احاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.